تعمل الإدارة العامة للمرور على تنفيذ القانون ورصد المخالفات التي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية بشتى أنواعها وفي هذا الإطار دعت الإدارة العامة للمرور جميع السواق إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على سلامة ومصالح جميع مستخدمي الطريق السلامة المرورية هي الغاية الأسمى التي تعمل على تحقيقها الإدارة العامة للمرور فحفظ الأرواح وحماية الممتلكات يتحققان من خلال الالتزام بالقانون والتعاون مع رجال المرور بما يطمن حركة مرورية انسيابية وآمنة فاحترام القواعد والأنظمة المرورية أمر في غاية الأهمية للوقاية من الحوادث وتأمين السلامة العامة ومن ضمنها مخالفات السرعة تقوم الإدارة برس كافة المخالفات التي تشكل خطورة على مستخدم الطريق وبالأخص مخالفات حاجب الرأي والتجاوز من خاطر الطوارئ ومخالفات السرعة فمع دخول فصل الصيف تكثر مخالفات حاجب الرأي من قبل بعض السواق كواب حاجب رأي أكثر من المسموح به مما يؤدي إلى تدني الرأي لدى السائق وتسبب في وقوع الحوادث المرورية أما بالنسبة لمخالفات خط الطوارئ فإن خط الطوارئ يتم استخدامه للحالات الطارئة فقط كاستخدامه للمركبات المتعطلة ومركبات الطوارئ كالإسعاف والدوريات الأمنية في وجود أي حالة طارئة أيضا يعد تجاوز السائق المركبة للسرعة المحددة للشارع من المخالفات المرورية وهي أحد عوامل احتمالية وقوع الحوادث ورباك للحركة المرورية على الطريق العام إن الإدارة العامة للمرور حريصة على تعزيز جهودها في السيطرة المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة وهو الأمر الذي يتم في إطار شراكة وتعاون مع مستخدم الطريق الكافة ترجمة نانسي قنقر